تونس على كيفنا تونس على كيفنا عصي ومرحبا بيكم في موعدكم اليومي ليستنستو بيه كيما كل نهار جبعا نشوفوا مبعضنا لجون دانتا اهم التظاهرات الويكندا ذايا انتلاقتنا اليوم بيش تكون من تبرقه وعند راهم مع رحلة الجهة المزينة هذي من تنظيم دايمند ايفنت رحلة ترفيهية واستكشافية لتبرقه وعند راهم ورن بشلاليت وصد بريم تير والبناظر الطبيعية جميلة المحيطة بيهم المواد نهار السبت سبعة الجوان وكل تفسيط القوارة صفت الفيسبوك دايمند ايفنت اكسكورسيون اتبرقه عند راهم من تبرقه نمشي ورشات سيدي سيلم بي بنزارت مع مارشة كواتيك من تنظيم الليونس فرنسيز دو بيزارت تونيزي بشاركة مع الاسساسيشون دو بروتكشون دو سوفغارد دو لتوغال دو بيزارت يوم التعريف بنشات البحري هذة لفئة العائلات اللي يجمع بين الرياضة والترفيه تجربة جديدة موعدكم مع هنهار السبت سبعة جوان في شات سيدي سيلم وكل تفسيط القوارة صفت الفيسبوك مرشة كواتيك ونهي سيساسيون انجيزي سونت بورتوس في جربا تنظم اسوسيازيون ايفيسكوس جربا تظاهرة جربا تير دو بي ايدو توليغانس ست وهي عبارة عن سلسلة من العروض التنشيطية ولقاءات والشاركات الفنية بين موسيقيين مغنيين وراقصين باش اقترحوها عليكم المنظمين لتظاهرة هذي وبصفة مجانية اليوم الموعد ايام سبعتاش وثمنتاش جوان في جربا وكل التفاصيل القاوة في سفحة فيسبوك جربا تير دو بي ايدو توليغانس ست قربس تريل دوميل وانتخوا هي تظاهرة مويلية من تنظيم تريل تخوزيغ في قربس في الدورة من طع العام هذا زوز مسارك في انتظاركم على طول 21 و32 كيلومتر حسب الاختيار للمغرومين بنوعية نشاطة ذاية موعدكم منهر لحدث منتاش جوان في قربس وكل التفاصيل القاوة في فيسبوك قربس تريل دوميل فانتخوا جمعية البيئة بمنزلة ميم تنظم خرجة الربيع سيدي سالم بمنتزاه سيدي سالم منزلة ميم دعوة المتساكنين منزلة ميم ولكل التوانسة المهتمين لزارة الجهة والتعارف على التظاهر الثقافية هذه خرجة الربيع واللي فيها عدد نشاطات ثقافية حرفية وترفيهية الموعد نهار لحدث منتاش جوان في منزلة ميم والتفاصيل الكاملة تلقاه على صفحة فيسبوك خرجة الربيع سيدي سالم نمشي والغندوني ابنياد تاكيلسا من تنظيم كابون ايفانت جولة بين رتيبة وبوردو برنس مرورة من بويد عبيد على مستك طولو بين عشرة واثنشر كيلومتر وفي مستوى صعوبة متوسط الموعد نهار لحدث منتاش جوان في تاكيلسا وكل التفاصيل لقاء صفحة فيسبوك غندوني ابنياد اتاكيلسا منتاكيلسا نمشي القصر الهلال مع تظاهرة ران كون في فيال القصر الهلال من تنظيم الجمعية رياضية لألعاب القوي بقصر الهلال تحت شعار الرياضة تجمعنا والأخلاق ترفعنا مسالك متنوعه في انتظاركم على طول ستة وخمتاشين كيلومتر بين أشجار الزيتون والبحر تظاهرة عندها زيدة بوع تضامني والهدف مساعدة العائلات محدودة الدخل بمناسبة العيد الكبير الموعد نهر لحدث منتاش جوان في قصر الهلال وكل التفاصيل على صفحة فيسبوك ران كون في فيال قصر الهلال غندوني اتاكيلسا من تنظيم دايموند ايفنت فرصة لمغامرة جديدة فيها مناظر طبيعية جميلة ومسلك في بلايس من أجمل وأروع لأماكن في بنزرت الموعد نهر لحدث منتاش جوان في ويت زيتون وكل التفاصيل على صفحة فيسبوك راندوني اوازيتون اي بازينا نحكي على الكمبيينج ومع فرست سامر كامب من تنظيم أوف رود اللي استدعاوكم لمخيم عائلي في منطقة سيدي غريب من ولاية بنزرت برنامج متنوع يستنى فيكم بين أنشطة العاب بحر سهرية مزيانة وغيرها من البرامج المختلفة الموعد أيام 17 و18 جوان في سيدي غريب وكل التفاصيل على صفحة فيسبوك فرست سامر كامب جامعية المهارات التربوية والرقمية تنظم كامبينج ديتوكس في سيدي بوعلي واللي اقترح عليكم برامج الترفيه والتكوين والتدريب لكل المشاركين كبار وصغار في مخيم ايكولوجي في منطقة سيدي بوعلي من ولاية سوسة الموعد أيام 17 و18 جوان وكل التفاصيل على صفحة فيسبوك كامبينج ديتوكس نختم لجاندامت يعني اليوم مع تظاهرة سامر جام كامب فيتامين سي من تنظيم ويفايب اكسپيريينس في راس فارتاس من جهة قربص تجربة مزيانة وفريدة من نوعها في الكريك متع راس فارتاس تستنى فيكم الى جانب عديد الانشطة الترفيهية والبحرية الرياضية وصهرية مع دي جي هذا الكل في برنامج المخيم لنبرمج أيام 17 و18 جوان في راس فارتاس قربص وكل التفاصيل لقبارة صفحة فيسبوك سامر جام كامب فيتامين سي هاكا نكونوا كامان لجاندامت يعني اليوم مخرجو حاوسو تفره دوستحظر تونس بريميني بلحقيكم من اللقاء